بلكنية تخد عيالها وتروح رباها ومامتها دا بتحسس ولادها بعدها من الأمان وده من أخطر الحاجات اللي بتكسر قوي في الطفل لأن الأمان هو يعني من الاختياجات الأساسية يعني في نظرية مظلو للاختياجات الأساسية الأمان هو بعد الأكل والشرب هو رقم واحد فالطفل محتاج أن هو يحس بالأمان ده بيفقده أول ما بيلاقي المشاكل حتى لو الأب والأم كويسين معي حتى لو الأب والأم كويسين معي بس هو دايما ما بيبقاش الأمة والأب اللي بيحصل على الحقيقة ما بيعودوش كل شوية يقولولو أنت ملكش دعوة هو بتحصل المشكلة وخلاص هو التفصل شايف ومش فاهم في إيه هي ممكن تفصل نفسها وتاخد وتخرج ممكن يحصل كده بس هو برضو الرسالة ما وصلتش أن أنا طب أنا وضعي إيه هو بيفكر أنا احتياجاتي يحصل عليها إزاي ده اللي دايماً بيدور في باله بأي مرحلة عمرية ولا لغاية من سن الوعي لحد سن المراهقة فأنا الاحتياجات في الأساسية بتاعتي مين هيلبهالي هو على الفكرة ما بيفكرش يا يا ماما انت زي هتعودي لوحدك من غير بابا أو بيفكر في الأب يا ده انت يعني مين هيتبخل ما بيفكرش في كده وبيفكر في احتياجاته هي هو أنا مش هيبقى معي بابا يا ومامتي الاتنين معي بالضبط احتياجات الأمان بتاعته هتلبس زي ده سؤال دايماً داير في باله وملوش إجابة أو يعني مفيش وعي كافي من الأمة أو الأب أن هم يلبولوا الإجابة دي بالذات إن هو الأمان بتاعه مرتكز عليهم مية في المية ترجمة نانسي قنقر